مين فينا ما تصدمش في الحج حسن راتل؟ مين فينا ما تصدمش من اسم هذا الشخص اللي كان دائما مرتبط بالشيوخ وبالجلسات الثقافية وان طبعا مفيش حد يشتغل في الميديا او شغال برا الميديا ما كانش يعرح حسن راتل كرجل اعمال ولو تواجد كويس قوي سواء على مجال الاستثمار في الاعلام او الاستثمار في مصانع الاسمنت او الاستثمار التعليم او الدراسة في جامعة سينا اللي هو كان يعني يمتلك لكن طبعا القضية اللي تمسك فيها في قضية الاثار هي اللي بتفسر وبتوضح ازاي الراجل ده كان يمتلك كائنات كبيرة زي دي وفي نفس الوقت انا الحالة الوحيدة اللي بس مستغرب لها انت ازاي كنت قابل على نفسك تبقى عارف من جواك انك بتتاجر في الاثار او بتساعد اشخاص في تجارة الاثار والتنقيب عن الاثار وانت ظاهر للناس بشكل العالم الدين والجليل واللي بتخرج اجيال واللي بتشغل الناس لدرجة ان انا يعني للاسف يعني فجأت بان في بعض الاشخاص كاتبين يعني كلمات فيها معناها هو الدفاع عن شخص حسن راتب انا مش معترض ان ممكن تبقى انت بتحب الشخص يعني انت ميال للشخص ده ولكن ان انا اقبض عليك في قضية زي دي الاثار يعني لو انا حسن راتب ده اتقبض عليها عشان خاطر قضية شيكات عليه شيكات عنده تعثر مالي حصل اي حاجة حصل سب وقصف ايا كان ايا كان نوع القضية اللي كان ممكن يتمسك فيها ما اعتقدش ان كان هيبقى يعني مفيش يعني تعاطف معي اكيد كنا هتعاطف معي لكن حسن راتب قضيته اكبر بكتير هي قضية بالنسبة لي قضية شرف انك عندك من جواك احساس انك تتاجر في الاثار نفسي اعرف الناس لنوعية حسن راتب والنوعية دي لينا زمالي لنا كتير قوي كنا شغالين مسلا في قناة المحور فكاني بيقولوا انه فيه تعثر مالي وانه ما كانش بيدفع الاجور للناس وانه كان ممكن يتأخر شوية وان شكل الانتاج كان متواضع وانه ما كانش بيصرف كتير وانه كل الناس عارفها شكل قناة المحور عامل ازاي انت لو كنت بيعت قطعة واحدة وصرفت على الناس دي كنت هتعمل حتى قناة كبيرة فهو حتى عنده زكاء في انه يظهر قدام الناس انه عنده تعثر مالي ولكن هو قد ايه انسان من جواه مناضل ومش عايز يقفل هذا الكهان الكبيره بتاع الحقيقة على رأي صحفي صديقي جدا كتب بوست جامد قوي فيها معناه يعني عرفته ليه الدولة بتقف قصاد رجال الاعمال اللي من النوعية دي عشان فيه بتحديدا اللي بيمتلكوا قنوات فضائية عشان الرجال الاعمال دول بياخدوا القنوات الفضائية دي سطار او تهديد او يعني نوع من انواع التواجد المجتمع القوي في انه وسيلة الاعلام دي ممكن تدافع عنه او تتكالقه يعني او يعني تكون في صف وفيما بعد او لو حصل مشكلة القصة بالنسبالي ان انت ازاي بجد قادر تحس من جواك انك راجل عارف انك بتعمل ده وباليعني اثار يعني بص هو ما ننكرش ان اي حد في الدنيا على طول لما بنشوف واحد كده عنده غنى فاحش وعنده غناء كده يعني الغنى اللي حصل له ده مش طبيعي وزهر مرة احدى انت على طول بتقول اثار على طول بتقول مخدرات على طول بتقول سلاح يعني هي دي اكتر تلت حاجات معروفة ان انت في حالة تغير مالي كده بتحصل لك بسرعة وده منطقي جدا ولكن حسن راتب كان من الشخصيات البعيدة خالص انك تفكر فيها كده ابدا يعني الراجل طول الوقت هو بيست يعني طريقة كلامه اسلوبه يعني بص هو صدامني بمنتهى الصراحة هو صدامني والله اعلم فيه كم حسن راتب موجودين في البلد وكان حسن راتب متخفيين في نوع من انواع الاستثمارات اللي شبه دي واذا كان دي رموز في الدولة وعملة كده ما خافي اك انا اعظم واذا كان الناس دي اللي هي فعاليا شبعت لسه بتعمل كده مستغربين ليه الحرامية الصغيرين ما هو طبيعي يعني لما ده حرامي كبير وخلاش شبع وعمل الفلوس وعمل حاجات كتير ومع ذلك لسه مستمر فربنا يسترها وما نتصدمش في ناس تانية وفي اسماء تانية تحدينا اذا كان الناس دي بنحبها او بنقدرها او عندهم مساحة مننا كويسة في كم حسن راتب الله اعلم بس اكيد انت هنعرف الفترة اللي جاية دي لانه متأكد انه في كتير صباح الفلوس اشتركوا في القناة